السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفتين الوصفة الأولى للبشرة وللوجه لعلاج تجعيد الوجه والخطوط تعطي نظارة وصفاء وبياض للبشرة بشكل رائع جدا والوصفة الثانية لتنعيم وترطيب الشعر عبارة عن كيراتين طبيعي للشعر أيضا تعمل على إطالة الشعر في وقت سريع جدا هذه الوصفات ستكون بمكون عجيب يعني اكتشفنا مؤخرا أنه فوائده عظيمة جدا هذا المكون ممكن أنكم تستغربونه ولكن مفعوله قوي ورائع جدا كنا نستعمله في القديم يصنع ويعمل في البيت طبيعي 100% بالنسبة لهذا المكون وهو السمن البلدي السمن البلدي أو دهان نحن نقوله دهان هذا السمن البلدي يستخلص من الزبدة الطبيعية زبدة البقر أو زبدة الماعز أو يصنع في البيت يعني طبيعي 100% لا نستخدم السمن الجاهزة أو السمن النباتي قلت هذا السمن التي تعمل في البيت نقوم بعملها في البيت طبيعية 100% تستخلص من الزبدة قوامها سائل لأنه درجة الحرارة مرتفعة في درجة الحرارة المخفضة يكون جامد مثل السمن التي تباع بالنسبة لوصفات اليوم قلت طبيعية 100% مجربة وناجحة صدقوني جربوها للبشرة وللشعر وستندهشون من النتيجة إن شاء الله قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل الوصفتين أتمنى دائما منكم أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك في القناة وسأحاول إفادتكم بأنجح الوصفات وأكيد أنتظر أراءكم وتعليقاتكم الجميلة نبدأ أول شيء في الوصفة الخاصة بالوجه لشد البشرة وعلاج التجعيد وإعطاء نظارة وتفتيح للبشرة نحتاج فيها قلت إلى السمنة البلدي ولكن أنصح قبل استعمال هذه الوصفة عمل مقشر للبشرة يعني تقشير الوجه على الأقل مرة في الأسبوع أو مرة كل عشرة أيام ونستعمل هذا الماسك عبارة عن مرطب ومعالج للتجعيد نحتاج فيه قلت أول مكون وهو السمنة البلدي نحتاج أول شيء إلى إضافة تقريبا ملعقة نستعمل هذا الماسك كمرطب وكماسك للوجه ثم سنضيف إليه مكون ثاني المكون الثاني سيكون إما زيت الزيتون أو إما يكون زيت جوز الهند يعني المكونين مفيدين للبشرة نستعمل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند نستعمل الزيت الزيتون نضيف مقدار ملعقة نفس المقدار بهذا الشكل نخلط جيدا المكونين مع بعض بالنسبة لخاليط المتبقي نحتفظ به في علبة للاستعمال اليومي بالنسبة لهذا الماسك يستعمل يوميا في الليل وفي الصباح نقوم بغسله طريقة الاستعمال بسيطة جدا نوزع كمية من هذا الزيت أو الماسك ونقوم بتوزيعه على كامل البشرة في الليل قبل النوم نقوم بعمل حركات دائرية خفيفة في البداية بهذا الشكل بهذه الطريقة بالنسبة لتحت العينين نقوم بالطبطبة فقط بهذه الطريقة وبعدها نقوم بالسحب من الأسفل إلى الأعلى بهذا الشكل تقريبا تقريبا نقوم بعمل مصاج خفيف للبشرة حتى تشرب هذا الزيت جيدا أكيد بعد تقشير الوجه من الأحسن قلت نقشر الوجه حتى تنجح معنا الوصفة مئة بالمئة بهذا الشكل نستمر لعدة دقائق بالسحب من الأسفل إلى الأعلى وفوق في الجبهة نقوم بعمل هذه الخطوات بهذه الطريقة نترك هذا الزيت على البشرة لليلة كاملة وفي الصباح نقوم بتنظيفه وغسله جيدا نداوم على هذه الوصفة فترة من الزمن حتى نحصل على النتيجة المطلوبة من الأحسن نستعملها يوميا قلت في الليل وفي الصباح نقوم بغسلها والتقشير أكيد قلت مرة في الأسبوع أو مرة كل عشر أيام إذا كانت البشرة دهنية ممكن نستعمل مرتين كل عشرة أيام هذه هي الوصفة الأولى الخاصة بالبشرة ثم نأتي إلى الوصفة الثانية التي ستكون للشعر إن شاء الله بالنسبة لهذه الوصفة تصلح أيضا لجميع الأعمار للأطفال الصغار وأيضا للكبار تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر هي عبارة عن كيراتين وأيضا تطيل الشعر بوقت سريع جدا تعالج تقصف الشعر وتساقط الشعر نحتاج في هذه الوصفة إلى أول مكون وهو البيض هو عبارة عن بروتين طبيعي مغذي للشعر مضيف تقريبا بيضة كاملة بهذا الشكل إذا كان الشعر طويل جدا أو كثيف جدا ممكن أننا نضاعف في كمية المقادير نقوم بخلط أول شيء البيض لوحده جيدا بهذا الشكل ثم نضيف المكون الثاني وهو السمنة البلدي بالنسبة لبيضة واحدة نضيف تقريبا مقدار ملعقتين كبيرتين من السمنة بهذا الشكل ونخلط جيدا جيدا مع بعض ممكن أن نضيف ملعقة من عسل النحل إذا توفر أيضا عسل النحل مفيد جدا خاصة لتساقط الشعر الناس الذين يعانون من تساقط الشعر ممكن أننا نضيف ملعقة عسل النحل بالنسبة لطريقة الاستعمال بسيطة جدا تستعمل قبل غسل الشعر من الأحسن أن الشعر لا يكون يحتوي على أي زيوت أو أي كريمات نوزع هذا الخليط من على فروة الرأس أولا ونقوم بعمل مصاج برؤوس الأصابع بهذا الشكل بهذه الطريقة ثم نقلب الشعر إلى الأسفل ونقوم بعمل مصاج أيضا برؤوس الأصابع وبعدها باقي الخليط نقوم بتوزيعه على الشعر نحاول أننا نقص الشعر إلى خصل ونوزع الخليط على كامل الشعر بالنسبة للناس الذين يعانون من تقصف كبير في أطراف الشعر من الأحسن أنصح أننا نقص الأطراف التي بها تقصف هذا هو أحسن يعني علاج لتقصف الشعر نقص الأطراف ونعمل هذا الماسك نلف الشعر بعدها دائري ونترك هذا الخليط على الشعر على الأقل ساعة ثم نقوم بغسله جيدا بالشامبو بالشامبو والماء الدافئ وبعدها بعد ما يجف الشعر قليلا ممكن أننا إذا توفر عندنا زيت جوز لهند نوزع كمية قليلة من زيت جوز لهند على الشعر ونتركه خاصة لأصحاب الشعر الجاف نكرر هذه الوصفة في كل مرة أردت أني أغسل فيها شعري إذا أردت أن الشعر يطول بشكل أسرع نستعملها مرتين في الأسبوع نداوم عليها وبعد فترة قصيرة إن شاء الله ستلاحظون النتائج هذه هي الوصفات لليوم أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته